امور تطرأ على كثير من الناس يعدونها من نواقب الوضوء والصحيح انها لا تنقضه ومن ذلك الخارج من غير السبيلين قل او كثر كالدم والقيء واللعاب وماء الجروح او غير ذلك الا ان يكون بولا او غائطا كان يفتح لخروجهما مكان في البدن فان الوضوء ينتقض بخروجهما منه ولمس المرأة او مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كانت اجنبية او زوجة او محرمة لان الاصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح واما الملامسة في قوله تعالى او لامستم النساء فالمراد بها الجماع على الصحيح من اقوال العلماء والنوم اليسير الذي يشعر النائم فيه بنفسه لو احدث لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين ان يكون نائما مضطجعة او قاعدا معتمدا او قاعدا غير معتمد ومن مس نجاسة فان وضوءه لا ينتقض غير انه لا يجوز له ان يصلي حتى يغسلها والضحك لا ينقض الوضوء فان كان خارج الصلاة ولو في حال الاستعداد لها فلا خلاف انه لا ينقض الوضوء وان كان داخل الصلاة فانه ينقض الصلاة لكنه لا ينقض الوضوء قال النووي وأجمعوا على أن القهقعة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة وشك المتوضئ في الحدث لا ينقض الوضوء وذلك لما ثبت عن عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا شكرا